دلوقتي هنتابع مع حضراتكم أهم وأبرز الأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله في هذا التقرير بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة فالنهاردة أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار اليوم أجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزرات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارات المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص وده بدلاً من الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية النهاردة وفقاً لمأكد عليه قطاع المعاهد الأزهرية هيتم عقد امتحان مادة الصرف للقسم الأدبي بالثانوية الأزهرية نافياً تأجيل الامتحان بسبب تزامونها مع أجازة العام الهجري وشدد القطاع على رؤساء اللجن بالتنبيه على الطلاب بعقد الامتحان في موعده المقرر سابقاً لعشاء الكرة المصرية موعدهم النهاردة مع مباراتين مهمين من عمر مسابقة الدور المصري المباراة الأولى تجمع بين طلائع الجيش والزمالك في تمام الساعة التاسعة ليلاً في إطار الجولة المؤجلة من الإسبوع الـ 16 المباراة الثانية تجمع بين المؤولين العرب وفيوتشر في تمام الساعة التاسعة في إطار الجولة 30 من عمر المسابة